ميراكي القاردن بتصاميمها تعتمد على الزراعات المختلفة منها الزراعات الأرضية وزراعات المعلقة وزراعات ثلاثية الأبعاد تحتوي الحديقة على أكبر مجسم للزهور في العالم على شكل طائرة الإيرباس 380 بتصميم على شكل طائرة طائران الإمارات وتحتوي على الكثير من التصاميم المختلفة الضخمة وتحديدا مثل دمية الدب التي ترتفع حوالي 12 متر وتصاميم أخرى مثل الأوز، مملكة النمل، الببغاءات ومن أميز التصاميم لهذا العام وهو عباد الشمس فقد قمنا بإدخال زهرة عباد الشمس لأول مرة في الحديقة طراحها شيء ممتع وشيء مبهج وزهور بكل مكان وفيه طيارات ومجسمات إبداع لا مثيل له